السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدال الهيان واليوعهد بوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ توشياكي كاتامورا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة امبكس اليابانية العاملة في بجال تطوير حقول النفط رئيس مجلس إدارة شركة جوتكو النفطية اليابانية والوفد المرافقة وأكد سمو على أهمية توثيق علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات واليابان وتعزيز جوانب العمل التنائي من خلال التوسع في المشاريع الاقتصادية المشتركة وخاصة في مجالي الطاقة والنفط كما وجر خلال اللقاء بحث مجالة التعاون بين الشركات اليابانية والوطنية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في دولة الإمارات خاصة في مجال الصناعات البترولية والطاقة حضر اللقاء مع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنك ومجموعة شركتها ومعالي خدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان وليعاد أبوظبي أعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة عن سعادته بوصول الجامعة إلى مستوى متقدم في العلم والمعرفة ما سهم في حصولها على الاعتماد الدولي لكليات الهدسة والعلوم وقال سمو في كلمة ألقاها خلال لقاء جمعه أعضاء هيئة التدريس الجدد ظهر اليوم بالمبنى الرئيس للجامعة قال إن هذا الإنجاز جاء بجهود خيرة من مجلس أمناء الجامعة وإدارتها ممثل بمديرها وعضاء هيئتيها الإدارية والتدريسية مهنئا سمو إياهم بما حققوه من إنجاز يضاف إلى رصيد إنجازات الجامعة كما وشارك سمو أعضاء هيئة التدريس الجدد مأدوبة الغداء التي أقامها احتفاء بهم وذلك بحضور أعضاء مجلس أمناء جامعة الشريقة والدكتور إحمد مجول النعيمي مؤدير الجامعة وعدد من نوابه وعمداء الكليات افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولواهد دبي صباح اليوم معرض سيتيسكيب جلوبال الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة أيام وقد تجول سمو في أرجاء قاعة المعرض في نسخته السادسة عشر وتعرف سمو على أهم مشاريع التطوير العقاري والمشاريع السياحية والترفيهية التي تنفذها الشركات الوطنية وشركات عربية وأجنبية تشارك في هذا الحدث السنوي والتي يناهز عددها ثلاثمائة شركة وجهة متخصصة في عالم التطوير العقاري داخل الدولة وخارجها وقد أبدى سمو ارتياحه لما تقوم به الشركات الوطنية من جهد وعمل ومثابرة في مجال البناء والتطوير العقاري مؤكدا أهمية هذا القطاع في دعم اقتصادنا الوطني هو تنويع مصادره وإنعاش السوق العقاري وتنشيطه محليا وإقليميا وعالميا حيث تعتبر مدينة دبي من المدن الرائدة عالميا في هذا الميدان وجهة المفضلة للمستثمرين العالمين والإقليميين كما وأشار سموه إلى المستقبل الواعد الذي ينتظر دولة الإمارات خلال وبعد استضافة فعاليات المعرض العالمي الكبير كان معرض ومؤتمر سيتيسكيب العالمي قد انطلق صباح اليوم ويستمر من 11 ولغاية 13 من سبتمبر الجاري والذي يعتبر منصة رائدة في سوق العقارات الدولية تفاصيل أكثر حول هذه المنصة الرائدة في سوق العقارات الدولية في سياق تقرير الزميل أيمن مصبح منذ ساعة الصباح الباكر جاءت الشركات والمؤسسات لتشارك في معرض ومؤتمر سيتيسكيب 2017 بحلته الجديدة والذي زاد عن السنوات الماضية بعدد الشركات وكذلك بالمساحة تعالوا لنتعرف على أروقات هذا المعرض يخول معرض ومؤتمر سيتيسكيب العالمي العديد من صناع القرار والعقارات فرصتين كبيرة لتبادل الأفكار وعرض أبرز التطورات وفرص الاستثمار في القطاع العقاري شاركنا بعدة أجنحها عدنا جناح تلال اللي نبيع فيه أراضي عدنا جناح أرادة في عدة مشاريع مثل مشروع الجادة ومشروع مساكن نسمة طبعا مشروع الجادة اللي نشوفه هنا هو يعتبر أكبر مشروع أقاري في تاريخ خمارة الشارجة مساحة 24 مليون قدم مربع وتكلفة المشروع تقريبا بالكامل حوالي 24 مليار درهم تعتبر شوبا العقارية إحدى أكثر الشركات العقارية عراقة في منطقة الخليج بدأنا عملياتنا في سلطنة عمان في العام 1976 أي قبل ما يقارب الـ 41 عاما وتخصصت عملياتنا حينها بالديكور الداخلي للوحدات العقارية ثم انتقلت بعدها إلى دبي تلبية لمتطلبات تعليم طفلتي أما فيما يتعلق بما هي عالم الأعمال في دبي أعتقد أن إمارة دبي تعتبر عاصمة المشهد العقاري في منطقة الشرق الأوسط ليس هناك من يضاهي دبي في تفوقها في القطاع العقاري على مستوى المنطقة شوبا هارتليند أول شي بتوقع بمدينة محمد بن راشد هذا البميزة موقع كثير مميز موقع استراتيجي بتبعد تقريباً 3 كم عن برش خليفة وسط المدينة وعندك تقريباً 1 كم عن دبي 1 مول اللي تم الإعلان عنه من شهر تقريباً وكمان بتمرق في قناة دبي المائية الجديدة اليوم شفنا أن فيه إقبال كبير على سيتي سكيب 2017 خاصة في الستاند مال شوبا هارتليند وهو طبعاً مطور أو إحدى المطورين الرئيسيين لمدينة شيخ محمد بن راشد أنا شخصياً استثمرت واشتريت في المرحلة الأولى واضح طبعاً فيه بروجرس أو تطور في البناء خاصة أنها تسوي كل شيء من الألف إلى الياء هذا وتعتبر دبي السوق العقارية الأكثر شفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما أنها سجلت تحسناً ملحوظاً في المؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية لعام 2016 أصادر عن شركة جي أل إل الاستشارية في المجال العقاري حجم السوق العقاري في إمارة دبي يظهر جلياً في سيتي سكيب 2017 بمشاركة العديد من الشركات الكبرى التي جاءت من كل حد وصوب للمشاركة في هذا الحدث العالمي من أرض المعارض في إمارة دبي أيمن مصبح قناة الظفرة استقبلت معالي دكتورة أمالك بيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس في العاصمة أبوظب اليوم علي زان شانك فو رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني لبلدية تيانجين الصينية والوفد المرافق له جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية في جميع المجالات وذلك في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز وتطوير مجالات التعاون المشترك وبما يحقق تطلعات ومصالح البلدين والشعبين الصديقين ثمنت معاليها العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين بعدما تضاعف التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين ثمانمائة مرة في العقود الثلاثة الماضية فيما أبدى المسؤول الصيني إعجبه بالمشهد الحضاري في دولة الإمارات الذي يعكس اهتمام وحرص قيادتها الرشيدة على تحقيق أعلى مستويات التقدم والرفاهي المعيشي لشعبها وأشهد بالتطور الذي أحرزته دولة الإمارات في زمن قياسي ودورها المؤثر على الصعيدين الدولي والإقليمي حضر اللقاء ساعدة كل من مطر الظاهري وسعيد رميثي وعز بن سليمان أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وساعدة أحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس الوطني الاتحادي استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد دالنهيان ممثل الحاكم في منطقة تلعين في قصر سموه في غريبة بمدينة تلعين عددا من المواطنين الذين توافدوا للسلام على سموه وتبادل سموه خلال لقائه بالمواطنين الأحاديثة حول أحوالهم واحتياجاتهم وأكد سموه أن صاحب السموه الشيخ خليفة بن زايد دالنهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السموه الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راه الله وصاحب السموه الشيخ محمد بن زايد دالنهيان ولي عهد بوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يولون عناية خاصة بقضايا واحتياجات أبناء الوطن وتحسين مستوى معيشتهم حضر الاستقبال عدد من الشيوخ حضر معالي الشيخ السعيد بن طحنونان الانهيان حفل الاستقبال الذي أقامه أفضل جعفر الجابري بمناسبة زفافي أخوي محمد إلى كريمة غالب عوض الجابري وأبدر إلى كريمة صالح أحمد العمودية كما حضر الحفل الذي يقبل بفندق العين روتانا وجهاء وعيان قبيلة الجابري وعدد من ضباط القوات المسلحة والشرطة وجموع من أبناء القبائل وقدم معالي الشيخ السعيد بن طحنونان الانهيان أصدقتهانيه للعريسين دعين الله أن يرزقهما ذرية الصالحة كما وتضمن الحفل مشاركة فرقة الفنون الشعبية أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة للعمل التطوعي في نسختها السابعة عن اختيار معالي نجلة بنت محمد العورة وزيرة تنمية المجتمع وأربعة عشر شخصية عربية كرواد للعمل التطوعي في 2017 وذلك تمهيدا لتكريمهم خلال الاحتفالية التي تحتضنها جامعة الدول العربية في الفترة من الثالث عشر حتى الخامس عشر سبتمبر الجري وذلك بتزامن مع يوم التطوع العربي للمرة الأولى في تاريخ الجائزة في هذا الإطار قال حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع رئيس مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة بمملكة البحرين الشقيقة قال إنه تم اختيار شخصية العمل التطوعي العربي هذا العام بالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المدني في جامعة الدول العربية في خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة الجائزة على المستوى الأقليمي أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد الملازم الثاني طيار سلطان محمد علي النقبي إثرى سقوط طائرته نتيجة خلل فني أثناء أداء مهمته في عملية إعادة الأمل وذلك ضمن عملية قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه أفسيح جناته كما ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن العقيد الركن ترك المالكي المتحدث الرسمي لقوات تحالف إعادة الشرعية أنه في صباح اليوم سقطت إحدى الطائرات التابعة للقوات المسلحة الإماراتية المشاركة في عمليات إعادة الأمل لأسباب فنية وذلك أثناء تأديتها مهامها الاستطلاعية في منطقة العمليات فوق مياه البحر الأحمر كما وعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد الرقيب والناصر غريب المزروعي أحد جنودها البواس المتأثرا بجراحه إثر إصابة سابقة خلال مشاركته في عملية إعادة الأمل مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد البطل سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها السنوي المعني بتنشيط أعمالها وقدم بيتر ثومسون رئيس الجمعية العامة في دورته الحادية والسبعين يابة عن الدول الأعضاء كافة خالص الشكر والامتنان لكل من سعادة لانا زكين سيبا المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة وسعادة فلاديمير دورجبانك المندوبة الدائمة لكرواتيا لدى الأمم المتحدة مثريان على حسن قيادتهما لفريق العمل الذي أثمر أو أثمرت جهوده باعتماد القرار وتحقيق تقدم في عدة أوجه لعمل الجمعية العامة ومن جانبها رحبت سعادة السفير لانا انسيبا في تصريح لها بهذه المناسبة باعتماد القرار موجهة الشكر لجميع الدول التي شاركت والتزمت بهذه العملية أعربت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن تأييدها للبيان الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية الشقيقة والذي استنكر ما تعرض له المواطن القطري حمد عبدالهاد المرية من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية وما تعرض له من ضرب وإهانة وتحقير بعد عودته من الحج ومغادرة الأراضي السعودية إلى بلاده مع تصوير ذلك وترويجه ونشره بين الناس في هذا الصدد أكد سعادة محمد سالم بن ضواعن الكعبي رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أكد بأن كل هذه الأفعال مجتمعة وفرادة تعتبر جرائم ضد الإنسانية وحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ومنظمات حقوق الإنسان الدولية كافة على الاستجابة لدعوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية للقيام بواجبها أو بواجبها لضمان الكشف عن مصير هذا المواطن القطري وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها والتأكد من سلامته وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه إبلاءات سياسية معينة بسبب مرسته لحقه في أداء فريضة الحج كما وأعرب مركز المنامة لحقوق الإنسان عن أسفه للاعتداء اللفظي والبدني الذي تعرض له المواطن القطري المري على خلفية قيامه بأداء فريضة الحج وزيارته للمملكة العربية السعودية في مخالفة صريحة من قبل السلطات في الدوحة للمواثيق والسقوك الحقوقية الدولية فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد وجميع المبادئ الإنسانية والأعراف والأخلاق الإسلامية والعربية وذكرت وكالة الأنباء البحرانية أن المركز استنكر هذا الاعتداء العلني على أحد الأفراد في ظل تهاون السلطات في الدوحة في توفير الأمن والأمان لمواطنها ومخالفتها للالتزامات الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية أو المهنية إضافة إلى جملة من الحقوق الوردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان وصلت إلى ميناء عدن سفينة مساعدة إماراتية تحمل علامة نهاع عشر حاويات من الأدوية الخاصة بمكافحة وباء الكوليرا في اليمن تم تسليمها لمنظمة الصحة العالمية وذلك بحضور معاليد دكتور ناصر بعوم وزير الصحة اليمني وإيمانويل تاكوني ممثل المنظمة والمهندس محمد سعيد الكتبي مدير مكتب هيئة الهلال الأحمر في عدن في ذريطار قال الكتبي إن هذه الشحنة من الأدوية تمثل الدفعة الثالثة التي سيتم توزيعها على كل المحافظات اليمنية حسب الحاجة خاصة المحافظات التي ينتشر فيها وباء الكوليرا مشيرا إلى أن هذا الدعم يتستجابة لمناشدة وزارة الصحة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية وحرصة من دولة الإمارات العربية المتحدة على التقديم المساعدة والعون للشعب اليمني الشقيق من جانبه قال مدير مكتب هيئة الهلال الأحمر في عدن إن دولة الإمارات تبذل جهودا جبارة في سبيل القضاء وصد هذا الوباء عبر منظمة الصحة العالمية وجهت المسؤولة في اليمن أغلق مؤشر سوق بوظاب للوراق المالية تدولة جلسة اليوم على انخفاض لليوم الخامس على التوالي بضغط من هبوط القطاعات القيادية وانخفض المؤشر العام بصفر فاصل ستة عشر بالمئة بينما صعد سوق دبي المالي محققا أكبر مستولة في خمسة أسابيع بدعم رئيس من ارتفاع إلى سوم القيادية مع افتتاح معرض ستيسكيب جلوبال وارتفع المؤشر العام بصفر فاصل ثمانية عشر بالمئة محققا أعلى مستوى منذ مطلع أغسطس الماضي كما وإليكم درجات الحرارة العظمى والصغرة في دبلة الإمارات والمتوقع اليوم الغد بإذن الله موسيقى نهاية النشرة أشكركم لحسن المتابعة بنلقاكم مع خير بإذن الله